بسم الله الرحمن الرحيم تعودنا كل أسبوع نأخذ سيرة من سيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومهات المؤمنين اليوم معنا قصة قصيرة لامرأة مهمة اللي هي أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها جويرية بنت الحارث المصطلقية هي كانت قبلتها بني المصطلق وكان اسمها برة وكانت بنت سيدهم بني المصطلق بصفة سريعة كانوا ديارهم قريب من جدة الآن كانوا يخططون لغزو المدينة كان عندهم عدة وأموال ورجال فرأوا أنهم يستطيعون أن يقضون على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى دعوتهم فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بتخطيطهم وتدبيرهم قرر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو من يبادر لإخماد هذه القبيلة فلما توجه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الراية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال أدعوه من الإسلام منهج الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحرب والقتل أن يدعوهم للإسلام رأفة بهم ورحمة بهم فخاطبهم عمر رضي الله عنهم ودعاهم للإسلام ولكنهم أبوا فانقضوا عليهم وقضوا عليه يعني قضوا على الحرب في أسرع وقت كانت قتلى منهم عشرة ومن المسلمين واحد واستسلموا فورا وتم قتل عشرة أشخاص من بني المسترق وسبي يقول للرواة أنهم مئة بيت من بني المسترق وكان من ضمنهم جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمنين وهي بنت سيدهم فكانت من سهم ثابت بن قيس بن شماس وهذا خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان مهمته إذا جاء الغزوات والمناقشات والمناظرات ينتد به الرسول صلى الله عليه وسلم كخطيب عنه فكانت من سهم ثابت ابت القيس وقالت أنا بنت سيد القوم وسأكاتبك يعني أفتدي نفسي قال نعم كاتبيني كم تكاتبوني قال على عشرة أواقم من الذهب فذهبت الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول الرواة أنها كانت امرأة جميلة وصاحبة منطق بنت سيدهم قالت يا رسول الله أنا بنت سيدي بني المسترق وقد كاتبت ثابت ابن قيس على عشرة أواقم فأعني على ذلك فأعجب الرسول صلى الله عليه وسلم بمنطقها وكان له هدف آخر وأسمى قال ألا أخيرك في شيء آخر قالت ما هو قال أتزوجك وأدفع مكاتبتك وأعتقك قالت نعم بنت سيده وعرفت أن هذا العرض من أقوى العروض وكانت سبحان الله وهذا فيها حكمة أن دائما الابتلاءات والمصائب يكون فيها خير أحيانا للناس فوافقت مباشرة فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان له هدف من زواجه صلى الله عليه وسلم حينما علم الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج جويلية كلهم أعتقوا من كان من السبي قالوا أصهار رسول الله يعني ارتفع شأنهم كانوا قبل دقائق كانوا عبيد ومماليك ولما صهرهم الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم أعتقوا هؤلاء العبيد وهؤلاء السبايا فكانوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام تقول عائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت امرأة بركتها على قومها مثل جويلية يعني بركت هذه المرأة على قبيلة كاملة لما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقوا قومها كلهم فهذه من بركتها رضي الله عنها وكانت امرأة عابدة يعني هي لم تعرف برواية الحديث مثل عائشة وأم سلمة رضي الله عنه كانت امرأة عابدة ورد عنها حديث جميل جدا لو ما وردنا من سيرة إلا هذا الحديث يكفينا تقول رضي الله عنها كنت جالسة في مصلاي بعد الفجر فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وعاد في نصف اليوم فقال لازلتي على مقعدك قالت نعم أذكر الله قال لقد قلت أربع كلمات لو قلتها تعدل جلستك هذه كلها يعني تقريبا أربع ساعات وخمس ساعات قالت ما هي يا رسول الله شيء عظيم ذا قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته هذا ذكر عظيم يعدل أربع ساعات أو خمس ساعات فكانت هي من روت هذا الحديث رضي الله عنها وروت حديثاً آخر أنها صامت يوم الجمعة فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل صمت أمس؟ قالت لا قال هل ستصومين يوم السبت؟ قالت لا قال إذن أفطري لأنه لا يجوز أو منهي عن إفراد يوم الجمعة بالصياء فكانت رضي الله عنها أم المؤمنين جويرية بنت الحارث غير الرسول صلى الله عليه وسلم اسمها كان اسمها برة فقال أنت جويرية لأنه منهي أن الإنسان يزكي نفسه البره من البر فجويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها توفيت في سنة خمسين من الهجرة رضي الله عنها وأرضاها وعن أمهات المؤمنين اللهم صلي وسلم على نبينا جزاك الله خير فتح الله عليك بارك الله فيك حنا اليوم يوم إيش؟